قضية العلم اليوم من أبرز الأبواب التي يدخل منها الملاحدة والمنصرون والمستشرقون بصورة أقل للطعن في ربانية القرآن بالقول إن هذه الربانية منتقضة من باب أن في القرآن أخطاء علمية بين علينا عليها أدلة علمية قوية والنصوص في ذلك واضحة فهذا الكتاب ينتصر للقرآن من باب تأكيد ربانيته في نقض هذه الشبهة وأحيانا يتبيننا أن هذه الشبهة في حقيقتها حجة لربانية القرآن يعني أنت تقلب الدليل لصالحك أو لصالح ديننا أو لصالح القرآن الكريم بالضبط أحيانا تجد أن الحجة في الحقيقة تتاجه إلى إثبات ربانية القرآن لا نقض هذه الربانية طيب أنت لم تكتفي بالدفاع عن القرآن الكريم ولكن دكتور قفزت إلى تخطئة التوراة والإنجيل ولم تكتفي حتى بمن سبقك